شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامكم المتميز اقرأ الحلقات الماضية تعرفنا على حروف من حرف الألف حتى حرف الهاء وخلاص بسم الله وإن شاء الله فضلنا حرفين خلاص النهاردة نأخذ حرف الواو كده اسمه ايه؟ واو ومش واو اسمه واو علشان الحروف المرققة يبقى حرف الواو من الحروف الايه؟ نخلكم معايا من الحروف الايه؟ المرققة أستاذ وليت معنا؟ خلاص يبقى هناخد بالنا إن شاء الله تعالى حرف الواو من الحروف المرققة طبعاً كلنا نطلع كراسة شكل الحرف زي ما تعودنا ونتعلم إزاي نرسم الحرف مشاهدين يا كرام وإزاي نتكلم أو نسمع صوت الحرف يلا بينا نفتح كراسات شكل الحرف يلا بينا وفي أول صفحة على يمين عم عزب هنتعلم شكل الحرف يعني إيه شكل الحرف؟ يعني نعرف نرسمه إزاي منكتبه إزاي عشان يبقى خط الطفل جميل تمام يا عم عزب؟ خط الطفل يبقى كويس وجميل لابد نتعلمه واحدة واحدة النهار ده حرف الواو؟ حرف إيه؟ الواو تمام كده؟ نكتب حرف الواو إزاي عم عزب؟ تعالوا بصوا معايا يلا في صفحة العليمين كده الواو هي منفردة بصوا معايا كده على السطر كده دال أهو دال مقلوبة كده تمام كده عم عزب؟ أهو وإيه؟ ونقفلها وراء يا رك في السهولة دي عم عزب ماشي؟ دال مقلوبة هل؟ نقفلها وراء تاني أهو بص عم عزب هنا أهو على السطر أهو دال مقلوبة وراء آدي دال مقلوبة وراء تمام كده عم عزب؟ آدي الواو اسمه حرف الإيه؟ الواو طيب يا عم عزب لو عايزين نتعلم حرف الواو شكل حرف الواو في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة يلا بينا كده يلا بينا حرف الواو يا حضرات عشان نعرف نسمه من حروف الرافاصة أو الرافصة يعني حروف رفاصة يا أستاذ أو رافصة يعني الحرف اللي بعدها ما بيمسكش بيها ما بيمسكش فيها الحرف اللي بعد الواو أو الآلف أو الدال أو الدال أو الراء أو الزاي ما بيمسكش في البعدها عشان كده سميت حروف الاسد أو الحروف الرافاصة أو الرافضة اللي هي التي لا تتصل بما بعدها خلاص كده حضرات يلا كده هنا هوا قاعد الواو في أول الكلمة هوا تمسك فين؟ ما بتمسكش في حالة خالص الواو منفردة كده تمام كده؟ آدي الواوا فيين? في أول الكلمة طب عايزين كلمة كذا أولها حرف الواو يا عم عزب الله ينور عليك بسم الله ما شاء الله آه آدي الواوا هيا تمام وائل آدي وائل ماشي يا عم عزب تمام آدي الواوا ها هو في أول كلمة هروفة السلطانة ه veioها زي وائل واو في أول الكلمة شكلها كده تمام كده طب الواوا في وسط الكلمة يا عم عزب بص وصو 게هههن ماسكة فين؟ في اللي قدامها اللي هو في وسط الكلمة ماسكة في اللي قدامها قيمتها لو ما سبقهاش حرف رفاص طيب يلا مثال عليها كده يا حبيبي يا حلوين يلا كده يلا سوائل ماشي صح ماشي سوائل يلا هادي سا نكتبها بخط برقم نكتبها بشكل تاني علشان مشاهدين الكرام اهو سا أدي الواوة هي في وسط الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفاص سوائل يلا كده يا حضرات اهو سوائل برابو عليك يا عم عزب اهي أدي الواوة حضرات في وسط الكلمة هي ماسكة في اللي قدامها لو ما سبقهاش حرف رفاص تمام كده طيب يا عم عزب لو سبقه حرف رفاص هنعمل ايه؟ لو سبق الواو ديت ألف أو دال أو زاي أو ذال أو دال أو واو يلا كده حبايب يا حلوين زي ايه مثلا زي ايه؟ حد يقول معايا كده حضرات زي ايه؟ ذو ماشي صاحب ايه ذو بس ده في آخر الكلمة يا عم عزب ده في آخر الكلمة ذو في آخر الكلمة فيه زي مثلا إيه؟ اللهم صلى على سيدنا محمد مثلا أولاد اهو في وسط الكلمة في وسط الكلمة بس سبقها حرف رفاص يلا كده حبايب يا حلوين يلا أهو أولاد شوفوا الواو لها شكلين بس يا حضرات الواو لها شكلين بس كده وكده لها شكلين فقط في أول الكلمة في آخر الكلمة في وسط الكلمة في بداية الكلمة لها شكلين فقط أدي وائل في أول الكلمة أدي في وسط الكلمة لها شكلين لو سبقها حرف رفاص زي أولاده ولو ما سبقهاش حرف رفض زي سوائله تمام كده يا حضرات معايا في الكنترول اللي بيتكلمه ولا بيعمله بس يا أستاذ وليد معايا ماشي أولاده تمام كده أيه عاوزكم تبه معايا كده عايز أحس أن الطلبة معايا أنا عارف أنه وقت متأخر شوية على التلاميذ بس تمام لا 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 برضو لسه لسه عادي تمام كده زي أولاده وسوائله في وسط الكلمة طيب يا أم عزب لو في آخر الكلمة برضو نفس الحكاية يا حضرات ما نقول لكم لها شكلين بس هي لها شكلين لها ده أو ده فأول الكلمة أو في وسط الكلمة طيب لا اسمها جو تمام كده الله ينور عليك أيها كده أدي جا الجو الجو يا جماعة جو شفت بص 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 حبيب يا حلوين دي شدة يا أستاذ وليد تمام جاو و جاو و جاو و أدي الواو هي في آخر الكلمة طيب الواو في آخر الكلمة لو منفاردة بقى هنعملها ازاي عم زي يلا كده حبيب يا حلوين مقططين هنا جوه هنا عاوزين واو في آخر في صوت الواو في آخر الكلمة الواو في آخر الكلمة مش عارف انه لا 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 في صوت عندك في حاجة في ايه بالصوت مش عارف ماشي الواو يا حضراتها هي الواو هيت في آخر الكلمة لو منفاردة بقى في آخر الكلمة زي ايه تعالوا نشوفه لو سبقها حرف رفاص وليكن جر و الكلب الصغير اسمه جر و جر و جر ماشي ادي يا حضرات الايه ادي الواو لو في آخر الكلمة وسبقها حرف رفاص هنا الواو اهيه تعلمنا اهيه الواو في اول كلمة زي وائل في وسط الكلمة زي سوائل واولاده تمام في آخر الكلمة زي جو و في آخر الكلمة لو سبقها حرف رفاص زي جر و او جر تمام كده تمام كده نقفل كراسة شكل الحرف يا حضرات عشان نخلص حرف الواو النهاردة حسها صغيرة النهاردة معلش ومتأخرة شوية تمام كده كده اتعرفنا على شكل حرف الواو يا حضرات تمام كده مشاهدين الكرام احنا يعني مشكورة قناة صح وجمال عملت الحصص التعليمية دي عشان اولدنا الصغيرين الفترة اللي فاتت فترة كورونا والحجز والحجر المنزلي ده حصل مشكلة والناس اكيد نسيت وبرضو الناس اللي مش متعلمة او الناس اللي ما تعلميتش تتعلم معانا تمام كده احنا كده اتعرفنا على شكل حرف الواو عاوز الناس مع صوته يا عم عزب نعمل ايه الله ينور عليك نطلع كراسة صوت الحرف عم عزب حفظ حفظ الطريقة نطلع كراسة صوت الحرف تمام كده يعني صوت الحرف يا أستاذ يعني أحرك الحرف فتحة كسرة ضم حركات قصيرة او حركات طويلة تمام كده او شدة او تنوين ده اسمها صوت الحرف طيب اتفقنا دلوقتي الواو في اللغة العربية عموما وفي القرآن الكريم وفي اي حاجة فيها اللغة العربية الواو مرققة منفحش اقول ولد منفح اقول ولد وا 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 لا اسمها وا بابتسم وانا بقول الواو وا وا ولد وردة تمام كده تعالوا نشوف الواو بقى حركات الواو القصيرة واو فتحة برابو عليك واو كسرة وي واو ضم وو يبقى وا وي وو واو فتحة وا واو كسرة وي واو ضم وو طيب عايزين نسال يا عم عزب عالواو المفتوحة تعال كده واو فتحة وا الله ينور عليك استاذ وليد النهاردة مشاركاته جميلة جدا والحاية جميلة جدا الوطن برابو عليك يا استاذ وليد وطنو ما رحش مالي يعني عم عزب ابني وروح له اكتب وطن يا ابني لا 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 اخدها واحدة واحدة واو فتحة وا طا فتحة طا وا طا ننضم نو يبقى وا طا نو اقول هلو بهذه الطريقة عشان ابني يتعلم ان هو يتمله اما رح اقول له كده اكتب محسن اكتب احمد اكتب وليد ما ينفعش وكمان وليد برضو نحن ناسين وليد صحيح ناسين وخالص وليد هذه واو وهي فتحة تمام لم كسرة بعدها ماد بلياء ولي دو واو فتحة وا لم كسرة لي يبقى وا لي اللام دي بعدها ماد بلياء لي يبقى وا لي ده الضم دو ولي دو تمام كده واو كسرة بقى واو كسرة وي واو كسرة وي الله ينور عليك ايه النهاردة الستاذ وليد بيبدأ النهاردة معنا يا حضرات والله هكتبها لك يا عم وي سام واو كسرة وي سين فتحة سا بعدها ماد بالالف سا وي سا مو واو كسرة وي سين بعدها ماد بالالف سا يبقى وا سا مين ضم مو وي سا مو تمام كده ادي مثال على الواو اللي ايه المكسورة واو ضم بقى حضرات واو واو وسادة كمان عاوز نكتب لك وسادة هنكتب لك وسادة والله مش هنزعع لك والله اهو ومذاكر النهاردة الستاذ وليد معنا كتير او اهو ادي حضراته واو كسرة وي سين بعدها ماد بالالف وسا قل فتحة دا يبقى وسا دا تا ضم تو وسا دا تو واو ضم يا حضرات بقى وو واو ضم وو اعوز المثال عليها اكتب مثال عليها انا بقى قبل الستاذ وليد ما ينطأ اهو وو ايوه الله ينور عليك يا حبيب والديك اكتب بالازرع عشان تبقين لجمهور اهي اهي واو ضم وو واو ضم وو وجو هو وجو هو تمام كده ادي الواو ضم وو جين بعدها ماد بالواو وجو ها ضم هو وجو هو كده حضرات الحركات القصيرة لالفتحة والكاسرة والضم واو فتحة زي وطن وليد واو كسرة وسام واو كسرة برضو وسادة واو ضم وو وجوه وحوش تمام كده عايزين بقى دي الحركات القصيرة يا عم عزب ها ده بالحركة الطويلة بقى ها واو فتحة واو كسرة وي واو ضم وو عايزين نخلي دي حركات طويلة يا عم عزب ها ها هو اللواو حرف مد والآلف حرف مد تم محطوطها ايه يعني في مد بالواو وفي مد بالآلف يا حضرات أولا المد ما بجيش في straighten كلمة المد ما بجيش في اول كلمة تمام كده والمد ما بتشكلش زي الألف كده يبقى لو الواو جات والألف جوا مع بعض وهده حرف مد وهده حرف ماد ولكن جى في ان اول الكلمة جيها عليه تشكيل فتحة أو كسرة أو ضمة أو سكون يبحث مش مد و و بعدها مد بالألف و تبعا أعوزين كلمة كده يا حبيبي يا حلون يا مقطاطين فيها مثال كده بالمد بالألف يا الله أهي الله ينور عليك يا عم عزب و حدو الله ينور عليك يا عم عزب و بعدها مد بالألف و يبقى فين المد والممدودة لعم عزب الألف ألف مد اللي تمد مين الواو لا اسمها واو مش واو تمام كده يبقى وا حائل كسرة وا ojos ده الضمه دو يبقى المد هنا حرف الآلف اللي تمد مين يا حضرات الواو تمام كده الواو كسرة وي عايزين نمدي الواو كسرة يا عم عزب ندهب الday الواو كسرة النام ندهب الday الله ينور عليك يا حبيب والديك أهي يا حضرات يبقى المد بالوا المد بالكسرة بتحب المد بالياء أهي وي وي تبعيزين يا حبيبي يا حلوين عايزين الوا وبعدها مد بالياء مثال عليها كده يلا كده حبيبي يا حلوين آهو عادي الطاق شوف بقى شوف المد بالياء أهي يلا حضرات أهي طوي أيوة الله ينور عليك دلوقتي في طلبة في طلبة هتطلغبط يا معزب هتقول لي إيه ده ملواء حرف مد ولياء حرف مد أنا ما نشعرف مين المد فيهم صح كده ولا الأولاد هتطلغبط هتقول لي يا أستاذ ما أنت بتقول لي حروف المد ثلاثة ألف واوياء أولا المد ما بتشكلش المد معلوسش تشكيلها ولا تعليس كون ولا عليك أسرة ولا فتحة ولا ضمة ولا علي أي حاجة خلص نهائي يبقى طاء فتحة طاء واو بعدها مد بالياء طوي لم ضمة لو يبقى طوي لو طوي لو تمام كده واو ضمة وو عايزين مثال على يا عم عزب الواو ضمة دي عشان نمدها نمدها بالإيه الله ينور عليك يا حبيب والديك أيوة كده أنا عايز ناس آه تمام كده إيه لستوز وليد بيزق لي بصة حبيب يا حلونا مقطة طيل هنا المد بالواو ها واحد يقول لي إيه اتنين واو آه اتنين واو واحد حرف عادي والتاني مد هذه الواو الأولادية هي علىها ضمة ايه زي كده حبيب يا حبيب يا حلونا أوزين مثال كده يلا 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 يا عاليدة يلا آه الله ينور عليك شوفوا بقى شوفوا آه هذه الواو اهي العادية هي العلا ضمة والواو التانية ايه طاو اهي سو يبقى الواو تمدد بالواو عادي خالص نهائي والواو تتمدد بالياء والواو تتمدد بالآلف مفيش ما اي مشكلة لكن المد ما بتشكلش اهو يا حضرات اهو المد هنا اهو عاش تاني عم عزب تاني عم عزب اهو واحد الالف هنا هي المد وهنا الياء هي المد طويل وهنا الواو هي المد يا استاذ وليد معايا اهو لا مش وقته خالص بصحب يا باي حلوين واو فتحة واو بعدها مد بالآلف واو زي ايه واو حدو واو بعدها مد بالآلف واو والد اكتب لك والد والله يا استاذ وليد اهو والد برض ماشي يا عم بس خالص كفاية كده بقى تمام تمام كده ومد بالياء برضو ومد بالآلف هواء زواج ماشي خالص بقى واحدو والدو انت عشان انت مذاكر النهاردة يا استاذ وليد بقى وفيقلي انا عاوز بمثال واحد عشان نخلص الحصة تمام كده ايوة واو فتحة وا بعدها مد بالآلف وا مثال عليها زي واحدو والدو واو كسرة وي واو كسرة وي بعدها مد بالياء وي مثال عليها طا فتحة طا واو بعدها مد بالياء وي طا وي لم ضمه لو يبقى طا وي لو طيب واو ضمه و بعدها مد بالوا و زي يا محسن طا و سو ما ترحش تملئ منك كده تقوله طا بعدها مد بالآلف ما تركز شوية معايا يا استاذ ولي طا بعدها مد بالآلف طا واو بعدها مد بالوا و طا و سو كده أخذنا الحركات القصيرة واو فتحة يلا معز على و وفتحة و وكسرة و وضمه و الوا بعدها مد بالآلف و بعدها مد بالياء و بعدها مد بالوا و خلصنا الحركات القصيرة يا حضرات والحركات الطويلة ندخل على السكون يلا ممكن بس نزمه شوية يا استاذ وليد نخلص بس الحصة دي يعني ناخد بالنا شوية من الشغل ماشي ماشي يا رئيس خلاص ايه لا لا لسه فاضل السكون طيب انا عارف ان انت اعليمك انجليش تمام تمام بصوا له حضراتك يلا خلكوا بال بص يا عم وليد الواو الساكنة اعرف انطأ الوحدة لا لا واحدة واحدة خليك معايا الاستاذ وليد تعليمه انجليش معلشش واو السكون الحرف الساكنة او استاذ وليد ما ينفعش انطأ الوحدة حرف الساكن حرف ضعيف لابد اسنده بحرف تاني عشان يعرف انطأه تعالوا بصوا كده يلا اه او يلا او وبقيت الحروف كلها يا عم عزب اهو بو يلا بو بو وهكذا بقيت الايه بقيت الحروف كلها الحرف الساكن حرف ضعيف تمام كده طيب عايزين مثال كلمة كده او كلمتين يا عم عزب فيها واو ساكنة يلا كده حبيبي يا حلوين زي ايه يلا كده الف همزة فتحة اه تمام كده شوف بقيت شوفوا الواو الواو ساكنة اهو او دي ساخدونا دلوقتين يلا اللا اللا بعد اهمدو الالف اولادو طيب ما ترش تقولي ابنك برضو يلا كتب يا ابن اولادو والله مش هكتبها ابدا واحدة واحدة قلوا الف همزة فتحة ا الف فاول الكلمة ا واو ساكنة ما فحش انطاها لوحدها او لم الف لا او لا ده الضم دو او لا دو انت عارف امثلة ثانية يا استاذ وليد عارف امثلة ثانية على واو الساكنة ولا خلاص وطلع الشادة او لا دو وهنا برضو مثال تاني اهو برافو عليك يا استاذ وليد اهو برافو عليك يا استاذ وليد حوافظ النهاردة مش عارف ما لك اهو زاو جو تمام كده زاي فتحة زا ما تروحش تملئ ابنك كده على طول يا ام عزب قلو زاي فتحة زا واو ساكنة ما انفعش انطاها لوحدها زاو جم ضامة جو يبقى زاو جو كده امثلة خدنا امثلة على السكون يا حضرات ناخد الشادة ناخد لي ايه الشادة يلا يا ام عزب كده انا عارف ان هي يعني حصة سريعة ناشي بس معلش تتعوض وانا حا تقول ليه ده احنا احنا لسا ما خدناش الشادة وبسم الله ما شاء الله ايه 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 النهاردة انت ناشيط او يا استاذ وليد والله النهاردة يلا باقي الشادة اللي احنا ناخدها دلوقتي اخر حاجة يلا هل هينفع برضو انطقل وحدها كده دلوقتي مشددة ينفع يعني ايه شادة يا استاذ وليد يعني ايه شادة شادة يعني اتنين شادة يعني ايه حرفين الله ينور عليك اهو ايه وره كده او ماشي اهو او او يا استاذ وليد الواو المشددة دي يعني اتنين واو مشددة يعني ايه يعني حرفين منطقها مرتين الله ينور عليك يعني ضابي الله ينور عليك حبيب والديك ماشي اهو واو الاولين هي ايه واو ساكن اهو والواو التانية ايه تشوف الشادة علىها ايه شادة وفتحة يبقى سكون وفتحة تمام كده هنا هنا اهي اتنين برضو شادة وكسرة يعني سكونوا ايه وكسرة اوي شادة وضامة يعني سكونوا ايه وضامة انا اول ما بشوف الشادة يا حضرات بفك الايه الشادة اتنين بفك الشادة ايه اتنين طيب عايزين مثال يا حضرات كده على الواو المشددة الله ينور عليك شهر بيجي بعد رمضان يا حضرات اسمه ايه برافو عليك يا حبيب والديك النهار دا مباد دا وليد النهارد شواء اهو يا الله حضرات اهو شوفوا حضرات واحدة واحدة شوف برضو الواو هنا ايه يا عم يا عزب واو على شدة وفتحة لابد انطأها مرتين انطأها ايه انا بقول ايه شو والو تبتما تيجي نقطعها كده سريعا سريعا يلا نحللها لمقاطع صوتي يعني يعني ايه ما اقطع صوتي يا عم وليد يعني ايه ما اقطع صوتي يعني جزء من الكلمة باقطعه اعرف انطأه الواحد تعال نشوف كده انا انا اسمعني كده ايه شو يبقى اول مقطع اهو شو ايه ده ده انت هتحط واو تانية ايوه ما بمش في واو مشددة اتنين اهو بعد السكون يا حبيبي اقطع على طول شو ادي الواو التانية ايه تبقى اقطع بعدها لا في مد بالالف يعني ايه يا استهز مد بالالف يعني المد مع الممدود الواو دي ممدودة اهيه يبقى لتنين مع بعض شو و نهدو اللامة ايه لو عدها يبقى في التقطيع الحرف المتحرك لو مجاش بعد سكون او مجاش معد و مد يبقى الواحد في التقطيع اهو زي اللام كده طيب جيه بعده سكون زي شو جيه بعده مد بالالف زي و يبقى بص شوف أنا بنطقها إزاي؟ زي ما بنطق زي ما بنطق يا أستاذ وليد بنطقها إزاي أقطعها وحللها لمقاطع الصوتية شو و لو أهو كم أقطع هنا حبيب يا حلوين؟ واحد اثنين فوز عواد برضو مشدد تمام كده؟ طيب كده حبيب يا حلوين خلصنا لإيه؟ الحرف الواو سريعاً سريعاً يلا نعمل الشبكة أيوة أنا عارف أنت عاوز تخلص عشان الشبكة أهو ماشي الواو يا عم وليد لو عملنا رمينا الشبكة على حرف الواو هتجيب لي سمك هتجيب لي سمك ما تنطق لا طبعاً مش هتجيب لي سمك هتجيب لي حركات حرف الواو يا عم عزب يلا كده وو فتحة تبلو وو كسرة تبلو وو ضمة تبلو بعدها مد بالألف وو تبلو بعدها مد باليا وي تبلو بعدها مد بالواو وو تبلو سكون أو 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 تبلو شدة يا محسن أهي أو و يا الله هتل شبكة كده يا عم عزب سريعاً سريعاً وو فتحة و كسرة وي ضمة وو بعدها مد بالألف و بعدها مد باليا وي بعدها مد بالوا وو الواو السكنة ما معرشها انطقل وحدها أو 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 كو 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 وهكذا طب شدة وفتحة أو شدة وكسرة أو شدة وضمة أو وو بكده حضرات للأسف الشديد خلص حرف الواو سريعاً عارف كان شرحي سريع لكن هاتوا الفيديوهات على القناة الصحة والجمال على اليوتيوب هتلاقي الحلقات دي مسلسلة سلسلة اقرأ لحد حرف الواو فضلنا حرف واحد وكده بقينا خلصنا الحروف أنا عارف هيفضل بعد كده الشدة خدناها خلاص التنوين هتفضل حكتب بس لا من القمرية والشمسية والتنوين فقط وكده يعتبر خلصنا التأسيس وبجد يعني أنا بيسموكم أشكر إدارة القناة الصحة والجمال اللي ساعدتنا وخلتنا يبقى فيه وقت نعلم أولادنا فيه ونراجع لهم على الحاجات اللي نسيوها فترة وخاصة فترة ما بعد كورونا أو فترة كورونا اللي احنا خلقنا وشادينا الكرام أشكر جميع الزملاء وأشكر الإدارة الموقارة إن هي أتحت لنا فرصة اللي احنا هنعلم أبنائنا وأشكر جميع زملائي في الستوديو في الكنترول وأشكر الجميع وأشكر حضرتكم مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم وإلى أن ألتخي بكم الحلقة القادمة إن شاء الله وتعالى أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر